السلام عليكم وعلا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين نبدأها بهذا الخبر العاجل شكرا لكل اللي سندني في أصعب فترة عدت علي أفراد منظمات أمم المتحدة مؤسسات إعلامية تم الإفراج عني وباقي حتى إغلاق القضية بشكل نهائي كما أشكر دولة الإمارات على حسن الاستضافة في أفضل سجونها وحسن المعاملة منذ توقيفي وحتى الإفراج عني وللحديث بقية التويتر دي كتبت منذ نصف ساعة قبل بداية الحلقة بربع ساعة وصلتنا أخبار نقلا عن مصادر خاصة أن الضابط المصري الأمريكي شريف عثمان اللي تم اعتقاله في الإمارات تم الإفراج عنه الحمد لله منذ نصف ساعة تقريبا وبعدها بدقائق كتب شريف عثمان على حسابه على تويتر الناس كلها دلوقتي بتهنيه بتبركله في حالة فرح كبيرة على تويتر إن شريف عثمان الحمد لله الجارديان النهاردة احنا كنا مجهزين تاني فقرة في الحلقة كنا نتكلم عن التقرير ده أن الإمارات تستعد لترحيل مواطن أمريكي مصري أو ناشط أمريكي مصري اللي دعا لمظاهرات قمة المناخ 27 في شرم الشيخ كنا نتكلم عن التفاصيل عن تقرير روث ماكلسون ونداءات الجارديان والأمنيستي انترناشنال للإمارات وإن لو حصل وكان شريف اترحل لمصر فهذه طعنة في استضافة الإمارات لقمة المناخ الثامنة والعشرين العام المقبل لكن الحمد لله شريف عثمان حر طليق وإن شاء الله يعني الأمور ما تطولش وتنتهي القضية على خير ويعود إلى الولايات المتحدة سالم شريف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة